السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة شوات كوزينتي اليوم ان شاء الله سوف ندروا كيكا بالفواكيد الجافة اللي سوف نحتاجون لها عندي هنا جوش كيسان ونصف الفورس عندي ربعة البيضات عندي جوش خمالات جوش الشيات الفاني عندي كاس دانون حلو يالفاني اياش ما يكون في حتشين كهاري يكون حلو عندي هنا ياللوز ايفيلي عندي هنا يالسكر سانيدا عندي نصف كاس ديل مايزانا عندي كاس ديل الزيت عندي كاس اللاروب ديل الحليب الخل البيض مجموعة ديل فواكه الجافة اللي مقطعهم طريفة صغر بحلاكة وعندي هنا الكراميل اللي سوف نحضرها معكم فيديوهات واحدة اخرين اول حاجة اللي سوف ندعو بها في الحليب سوف ندعو عليه واحد المعلقة كبيرة ديل الخلف و سوف ندعو بهم حتى يتجانس ويقوم بحشكل ديل البن هنا في الايناء انا درت فيها البيض سوف ندعو القبصة ديل ملح نضع القبصة ديلة و سوف ندعو الزيت و سوف ندعو السكر سانيدا سوف ندعو سكر سانيدا و سوف ندعو هذا العناصر بالسطور خلطوا اجراء معي العناصر جيد على التشوكي نضائق القائد نضيف من هذا الصوائل ضلون تمكنكم الامور بسلوك او تصدق فلقف نضيف hablar ثم نضيف الحليب و الخل في ايضا لأنها مستشفة كذلك سوف نضيف الزيت سوف نضيف ثم سوف اضيف مع بعض العناصر من بعد أن نضيف العناصر اضيفنا حذرا يبقى هنا على دقيقة سوف نضيف هذه الخميرة سوف نضيف سوف نضيف اضع هذا من السكاس الميزين و هذا سنضيف على الدقيق بشوية بشوية نضيف على الدقيق على الخالط ومنه بشوية بشوية حتى نحضر هذا نضيف على الدقيق الذي لديه ندخله في الخالط الكيكا نحصل على هذا القوام في الكيكا كيف ترى نحن نفعله 8 اضع هذه المرحلة للقوام سنضيف على مرحلة هنا و سنضيف عليهم ٥ دقيق قد نضيف على الدقيق لنا نضيف على الدقيق هذا الجدد لابد نفس هذا بنسبة للفواكي الجافة سنضيفan أي فواكي لديكم انا هنا يدير القرقاع وشوية الشريحة وشوية ديال تمر وشوية ديال الزقف يعني انتم تقدروا تديروا اي حاجة من الفوكي جافات تقدروا تديروا الزبيب تقدروا تديروا مشماش تقدروا تديروا اي حاجة كيكتلكم لكم حرية والاختيار في فخويسك انا هنا انا قد نديرهم على الكيكا وقد نخلطها من المسيان هنا في المول عندي انا يدهمتوا بزر دورت لي دقيقة وكنت ديرها في الكنجيلاتور كما العطاق بزر ديالنس كيسولوني اعلاش كندير المول ديال الكيكا في الكنجيلاتور باش كي عامل على ان الكيكا تجيني مزيان هادك شيلاش كنت شتهاكي في حيلة ومنها اللي جربتها يعني جباتني وكيكا تصدقي بها هادك شيلاش دياما اول حاجة دهنوه ديرو لي دقيق طلعوه الكنجيلاتور خليوا حتى تصيبوا الكيكا ديالكم يتوسعوا ذاك شيء والفران نكمل على درحنا كنسخنوه من قبل حرارة 80 درجة ونضخل الكيكا طيب كما العادة نشعلوها من تحت حتى تبدين انها تطلعات وهذا كي نديروها من فوق كي نتحمر توقيت على حسب كل فران كل فران سوف نديروها بالنسبة للوز الإيفيلي سوف نديروه يتحمر فوق من عفية مهيلة 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 سوف نزوقها بهذا الكراميل و بهذا اللوز اللي حمرت سوف ندهنوه شوية الكراميل من هنا من فوق كي نديروه اللوز إيفيلي اللوز إيفيلي اللي حمرنا يلسقنينا بسيان كي قلت لكم ان الوصفة الكراميل سوف نضعها في القناة و لأول مرة يدخل القناة سوف نبرتج الوصفة تحت صندوق الوصفة الكراميل المعتمد عندي والذي جربته يأتي هو هذا سوف نديروه شوية الكراميل في الخاص عليه سوف ندفق من هذا اللوز اللوز اللي حمرت كي قدير عمرتها من فوق سوف نديروه شوية الكراميل من فوق لها تشكل بحلقة و كما العداء لا تنسونيش من شركات و من اللايكات و لكومنتر بهذا الاشتراك لكي تصلوا بالجديد موعدنا كي تجدد ان شاء الله في الوصفة الجاية سوف نقول لكم السحر اعطاها و باللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة